فكد محللون السياسيون أن الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق هو دعاية انتخابية وذر الرماد في العيون مبينين أن تلك القوات باقية في العراق إلى أمد طويل الآن ما ترشح من معلوماتنا على أن هناك انسحاب للقوات الأمريكية هذه كذوبة هذه دعاية انتخابية هذه تصحيح صورة هذه تعديل مسمى يقوم بها عبادي لغرض سحب البساط من تحت أقدام المعارضين له إذن هي عملية ليس إلا سوى سياسية لغرض تقليل الهجوم والمعادمة من قبل هذه المجامعة وهو عملية سحب البساط من تحت طرف الآخر وبالمحصلة الأمريكان باقون في العراق حسب ما تحتاج الإرادة الأمريكية ما يشاع الآن أو ما يسرب الآن حول عملية انسحاب القوات الأمريكية فهي عملية ذر الرواد في العيون لوجود صراعات حقيقية بين الدول الإقليمية وبين أمريكا القصد منه إثارة مرحلة جديدة من الصراع سيدفع العراقيون ثمنها من جديد